ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حيز الوجود في الآجال المحددة تريد الصباح وحسب ذات المصادر فإن المسؤول عن هذه التأخيرات هي شركة التنمية البيضاء الحضارية التي عهد إليها بغلاف مالي فوق 2600 مليار مخصصة لتنفيذ المشاريع المدرجة في مخطط التنمية والتي لم ترى النور وفق الأجندة الزمني المحددة لها والموقع أمام أنظار المالك وأفادت المصادر أيضا أن تغييرات مرتقبة ستهم الإدارة الترابية ومسؤولين بشركة التنمية إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحددت المصادر نفسها مجموعة من المشاريع المتعترة المتوقفة لأسباب مختلفة وكان مبرمجا أن تتهي الأشغال بها قبل شهرين على الأقل والتي تندرج في إطار المخطط التنموي للبيضاء والذي رعاه المالك شخصيا وتتحدث مصادر عن تعطر تنفيذ اتفاقيات تتمين الشريط الساحلي لجهة البيضاء بما فيه منتزه بحري كان مخططا أن يستغرق به الأشغال 18 شهر بعد انطلاقته في يناير 2017 وتستمر إلى اليوم فيما بدت بعض التجهيزات غير لائقة بمشروع من هذا الحجم بسبب ما طالها من العيوب ويشمل المشروع أيضا الذي حدد له غلاف مالي بـ 100 مليون تهيئة حضيقة حضرية مفتوحة في وجه العموم ومصار للمشي على طول حجز البحري بالإضافة إلى منزه البحري سالف الدكر ما زالت الأشغال متعترة بالكورنيش الذي خصص له غلاف مالي في 700 مليون درهم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية